أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند المحلي ترند المحلي النهاردة عندنا فيه تفاصيل مهمة جداً لأنها متعلقة بأمور الناس بتتكلم فيها من مبارح أول حاجة معي الحساب الوطن سبورت على تويتر كتبوا اتحاد الكرة يستقر على تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك طبعاً الأمر متعلق هنا أن التأجيل ده قد يحدث في حال رفض مسؤولي القطبين استخدام طاقم تحكيم مصري لإدارة هذه المباراة عندي تفاصيل لكن هشوف الخبر اللي بعديه لأن احنا برضو لسه هنا مع الوطن سبورت عاجل مصدر بالأهلي عن تأجيل لقاء القمة نلتزم بقرار اتحاد القرى وإن فيما معناه الأهلي لا يعترض على قرار اتحاد القرى حال إصدار قراره رسمياً بتأجيل القمة لكن حتى هذه اللحظة لم يبلغنا أحد بتأجيل القمة طيب في هذه الجزائية أنا عايز أقول كلام مهم جداً ومعلومات من مباراة بحاول أعرف التفاصيل وأعرف إيه اللي بيحصل في هذا الموضوع أولاً النادي الأهلي حتى هذه اللحظة طالما لم يصدر بيان رسمي بخصوص مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يبقى كل هذه أقويل واجتهادات غير صحيحة النادي الأهلي لم يتحدث في مسألة فكرة أن يكون في حكم مصر والأجنبي والنادي الأهلي حتى هذه اللحظة لم يتحدث بشكل رسمي عن فكرة أن المباراة ممكن تؤجل ولا لا تؤجل كل هذه اجتهادات من الزملاء الصحفي لكن المعلومة بقى اللي أنا حاولت أتواصل فيها سواء مع لجنة الحكام أو مع أعضاء اللجنة السلسية ابتداء من النهاردة هيبدأ مخطبة الاتحادات الأوروبية لاستخدام طاقم تحكيم أجنبي ابتداء من اليوم والمباراة يوم 18 إبريل بلونة الاختبار اللي طلعت بالأمس بفكرة أن استخدام طاقم تحكيم مصري كان بيتم فيها استطلاع الرأي أو بيشوفه ردود الأفعال لكن فكرة أن يكون في حكم مصري لا هي موجودة وبقوة داخل اللجنة السلسية الناس تقول لي ممكن النسبة تبقى كام لكام محدش يتخض لو قلتلكوا فكرة أن اللجنة السلسية تجيب حكم مصري يدير هذه المباراة قد تتخطى نسبة 70-80% الناس تقول لي معقولة ده الزايدة وهو على طول مباراة القمة حكم أجنبي لا اللي أنا اتفاجئتي بيه مبارح أن الاتجاه بالفعل لأكتر من 70% أن يكون حكم مصري الأمر هنا مرتبط بحكتين الفكرة مش إجراءات كورونا فقط لا ده في وجهة نظر كمان بتقول فنية وجهة نظر فنية ليه لا ما يكونش حكم مصري ما محمد الحان فيه أدار مباراة القمة قريب من حكم مصري كان بيديرها هذه المباراة والسوبر المصري أداره محمد فاروق من حوالي 5-6 سنين يعني فكرة الحكم مصري بتيجي وبتروح كل فين وفين طيب ليه ما نجيبش حكم مصري الحاجة التانية إجراءات كورونا أنت عشان تجيب حكم من أوروبا الفترة الحالية وهنا في نقطة برضو عايز أقولها بس بعد ما خلص الجزئية دي هتبقى مرتبط بالإجراءات الاحترازية أنت لازم تجيب الحكم قبل معادي المباراة مدة معينة عشان الإجراءات الاحترازية والحكم لما يرجع بلده أكيد هيخضع للحجر الصحي وممكن ما يكونش عنده مباريات بسبب خضوة للحجر الصحي وده الأمر هيكون متعلق لو جيبت حكم من إيطاليا من إنجلترا من أسبانيا من ألمانيا لأن انت بتخاطب بالتأكيد أكبر الاتحادات الأوروبية لاستخدام طاقم تحكيم أجنبي الجزئية المتعلقة ليه أنا هنا بفكر في حكام من أوروبا في الأماكن دي مش في أماكن قريبة مني يعني مثلا مش في منطقة القليج أو حكم ممكن يكون إفريخي لأنه لما جون فتح قصة الحكم الأجنبي لجنة الحكام كانت لها وجهة نظر أو شايفة إنها مش عايزة تقرر حكم أجنبي قدار مباراة سابقة ما بين الأهل والزمالك ولا عايزة تجيب حكم أجنبي اشتغل في المنطقة العربية ولا عايزة تجيب حكم أجنبي اشتغل في الدور السعودي بالإضافة لده مش عايزة تجيب حكم من حكام النخبة في إفريقيا لأنه بالتأكيد الناس كلها عارفا فبتفكر إنها يأي ما تجيب حكم أجنبي ما اشتغلش وما حكمش مباراة قمة قبل كده لكن في نفس الوقت لو الأمور صعبة بالنسبة لها لا يا شايفة إن الحكم المصري فنيا ممكن يكون أفضل وشايفة إن الظروف ملأمة من وجهة نظرهم إن الحكم المصري ممكن يكون أفضل النسبة زي ما قلتها لكم في الفترة الحالية نسبة القياس إن الحكم المصري يدير مباراة القمة داخل اللجنة السلسية ولجنة الحكام بتزيد أسهمه بنسبة 70-80% أكتر من الحكم الأجنبي هيتم المخاطبة الاتحادات الأوروبية وخلال الـ 72 ساعة القادمة إذا ما كانش فيه ردود أو فيه صعوبات مش عارف وقتها القرار هيبقى إيه لأن ابتدأ يضطرح كمان فكرة إن لو ما فيش حكام أجانب والأندية بترفض حكام مصريين إن ممكن مباراة القمة تؤجل وهنا بقى أنا عايز أطرح جزئية مهمة جدا على اللجنة السلسية فكرة إنك تأجل أي مباراة خلال الفترة اللي جاية أنت هنا بتضرب الجدول الدوري في مقتل بمعنى إنك الفترة الجاية مقبر وكنت اتكلمت في القصة دي خلال يومين اللي فاته مقبر على إنك لازم تخلص الدوري قبل 30-8 مش 30-9 لأن الاتحاد الإفريقية والناس أعلنت الأجندة إن الدوري أبطال إفريقيا سنطلق يوم 10-9 معنى إن الدوري يبدأ 10-9 دور أبطال إفريقيا يعني القدع يكون في 8 فأنت لا تعرف تجيب صفقات ولا تعرف تعير أو تبيعي لعبين ولا تعرف تعمل قايمة جديدة وعتضطر تلعب بالقايمة القديمة اللي أنت أصلا مش هتعرف تأييدها لأن الدوري المحالي لسه عندك شغال ففكرة التأجيل أعتبا فيها صعوبة فكرة الحكام الأجانب أنا كنت أتمنى إن اللجنة بمعنى المباراة متحدد لها 18 إبريل تشتغل قبلها بشهر مش تشتغل من دلوقتي عشان تخاطب الاتحادات الأوروبية الجزئية الثالثة الحكم المصري الظروف وجو المباراة والسلاث نقاط وأهميتها أعتقد لو مباراة في اختم الدوري والمباراة تحصل حاصل قد تكون أفضل ممكن يكون حاكم مصر لأمور كثيرة جدا لكن في التوقيت الحالي لو عايز تكمل الدوري بشكل منتظم وما يكونش فيه أزمات ومشاكل حتى لو فيه فار لأن حتى في ظل وجود الفار فيه أزمات بتحصل لأن الفار في التنفيذ وفي وجود الكاميرات وفي وجود الإخراج فيه أزمة وفيه مشاكل بتحصل كتير لكن بالتالي الأفضل يكون حاكم أجنبي ويكون حاكم من حكام الصفة وتقدر تعمل ده لما تطلب حاكم بالقسم وتوفر الإجراءات الاحترازية بشكل قوي جدا لإدارة هذه المباراة مباراة القمة ما بين الزمالك والأهلي يوم 18 إبريل على أستاذ القاهرة الدولي دي التفاصيل اللي خلال الـ 48 ساعة أو خلال الـ 24 ساعة عرفت أقدر أوصل لبعض المعلومات وأن النسب بالنسبة للحاكم الأجنبي أو الحاكم المصري في رايحة في أي اتجاه خلال الساعات اللي جاية باي